بسم الله الرحمن الرحيم أحياكم الله جميعا الحمد لله والصلاة والسلام والله أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حنواصل محاضراتنا في البيزيك هيماتولوجي حنتكلم اليوم على موضوع مهم جدا 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 اللي هو الريتكلوسايت أو نقول عليها اقتصارا الريتكس هذه الريتكلوسايت حنتكلم عليها في المحاور التالية ما هو تعريفها ما هي الريتكس للريتكس في معنى الريلاتيف وفيه absolute ريتكلوسايت حنتكلم عليها وفيه corrected ريتكلوسايت كاونت حنتكلم عليه وفيه الريتكس production index حنتكلم عليه وفيه آخر ماركر واللي هو أحدث ماركر اللي مفروض نوصيبه اللي هو الاماتيور ريتكلوسايت فراكشن فتعالوا نعمل أول شيء الريتكلوسايت أو الريتكس الديفنيشن ببساطة هي immature functional rpcs ما معنى immature؟ ليش سموها immature؟ لأنه فيها لازال خيوط من الرن فقالوا عليها immature لأن لازالت فيها الخيوط الشبكية خيوط الشبكية من الرن اللي يزال موجود طيب قالوا functional ليه؟ لأنها بتمارس وظيفتها هي بتحمل أكسوجين فبتمارس وظيفتها في البلد بشكل طبيعي ولذلك نقول عليها immature functional rpcs طيب النقطة المهمة ما فيها نيوكليس ما فيها نيوكليس لكنها فيها خيوط الشبكية ومن هنا سمية immature طيب نقطة ثانية مهمة جدا أنه الريتكس أسافة في البون مارو يحصل لها ثري ديز يحصل لها maturation وتخرج إلى البلد immature وفي البلد يحصل لها في يوم واحد يحصل لها maturation إذن ثلاثة واحد ثلاثة أيام في البون في الوضع الطبيعي ويوم في البون مارو لين يحصل لها maturation طيب هنا في نقطة مهمة جدا الريتكلوسايت بتحتوي على الـ G6BD وهنا نقطة ننبه الجميع ما حد يعمل إطلاقا أو يقيس الـ G6BD في الأفناء الهيموليوتك أريمية خالص لأنه حيطلع طبيعي والشخص ده ممكن يعنده deficient في الـ G6BD لماذا؟ لأنه الريتكلوسايت فيها من أنزيمات كثيرة واحد منهم هو الـ G6BD النقطة الثانية أنه normal range الطبيعي لها من نص إلى 2% ولما نسبقها طبعا نسبقها بالـ New Methylene Blue كسبغة لها النقطة الثالثة مهمة جدا كلما زادت الريتكس تتوقعوا الـ MCV إيش؟ بالتأكيد الـ MCV هيزيد لأنه حجم الريتكس أكبر من حجم الـ RBCs فحيزيد حجم الـ MCV وبالتالي نسميها سيدو ماكرو سيتك أنه هذا عبارة عن ماكرو سيتك كاذبة النقطة الثانية كمان أن الريتكس لو ما تزيد هي حقها لا ديني سيتي أو لا ديني سيتي ما معناها أن الـ ESR ذا حيحصل له بمعنى آخر حتشوف الـ ESR ما حصل له شي عملية أنه حصل له أنه نزل لأنه الـ الديني سيتي حق الريتكلو سايد خفيف فبالتالي مش حينزل الـ ESR طيب ما هي الـ الـ الريتكس أول الـ وأهم الـ الريتكس أنها بتعمل ما نسميه بالبون مارو هي اللي بتقول البون مارو شغال ولا مش شغال هي الريتكس النقطة الثانية أن الـ الـ لو ما يكون في هيموليسيس أو في بليدنج الريتكس دي أكيد حترتفع النقطة الثالثة لها وهي مهمة جدا أن الريتكس دي بنستطيع نعمل بين الـ واحد عنده هيموليتيك أنيميا ولا نستطيع نفرق بينهم بقضية الريتكس النقطة الثانية والنقطة مهمة جدا اللي هي منوترينج تريتمينت عند الرسبونس أو في أنيميا إحنا طبعا لما شخص عنده أنيميا ومثلا ويبدأ عشان الهموغلوبين يرجع للطبيعي يعاوز وقت لكن أنا لو قستله الريتكس في البداية وبعدها قضية أعطيته العلاج ممكن بعد ثلاثة أيام إلى أربع أيام أتابع الريتكس وأستطيع أقول هل في رسبونس للتريتمت أو ما فيش رسبونس للتريتمت النقطة المحور الثاني اللي هو الريلتف اللي بنسميه عملية الريتكس اللي هو بالريلتف بالنسبة وفيه بالنبر تعالوا نتكلم عليهم ما معنى عملية ريلتف ريتكلا صايد كاون معنى أنه نسبة ريتكلا صايد في البلد ببساطة لو منقول الرليتف معناها نسبة فبالتالي ما هي نسبة ريتكلا صايد في البلد كيف نحسبها ببساطة نشوف التوتال ريتكس على التوتال في 100 النقطة المهمة جدا ان التوتال اللي نحسبها هي عبارة عن ضمن الريتكس يعني لو نحسب مثلا ألف من ضمنهم الريتكس فنحسبهم من ضمنهم الريتكس لذلك نقطة مهمة احنا عشان منيولي نحسبها تخيل و احنا عاوزين نعد ألف إلى ألفين خلية عشان نحدد كم موجود ريتكس من هذه الألف أو الألفين النقطة المهمة انه الار بي سيز من ضمنها قضية الريتكس هذه نقطة مهمة طيب تعالوا نضرب مثال لو أنا عديت ألف والألف طلع فيه 15 فنجي نقول 15 على ألف في مية فهتطلع للريتكس واحد ونصف في المية طيب النورمال رينج بالنسبة للريتكس بالنسبة للميل من نصف إلى 2% الفيميل عشان المنستر والسايكل ممكن ترتفع من نصف إلى 4% الشيلدرن ممكن من نصف إلى 4% الانفانتس ممكن إلى 6% ليش الانفانتس؟ لأنه بعد 4 شهور راح يتحول الهيموغلوبين إلى هيموغلوبين A من هيموغلوبين F إلى هيموغلوبين A فبالتالي ممكن تزداد قضية الريتكس هنا نقطة مهمة جدا هذا الماركر في الحقيقة برغم أنه الماركر الوحيد اللي نستخدمه للأسف الشديد في اللاب حقنا لكن هو ماركر في الحقيقة فيه ميسليدنج ليش ميسليدنج؟ لو شخص دي عنده أنيميا حتزيد في فولس زيادة للريتكس فكأننا بنضاكم قضية الريتكس الموجودة وبالتالي إلى حد ما نقول الحقيقة أن هذه الماركرز بيعمل ميسليدنج بارامترز أو ميسليدنج ماركر طيب والحل جوقنا يا جماعة أشراكم بدلا ما نعمل ريلتف نعمل أبسليوت وأبسليوت معناها نمبر نشوف الأبسليوت الابسليوت هو بنشوف الريتكس في اللتر الواحد في الدم هناك قلنا أن معنا مشكلة في الاربيسيز إذا قلت الاربيسيز ممكن تزيد قضية الريتكس فقالوا يا جماعة إذن عاوزين نعمل كوريكتد أكوردينج الاربيسيز كاونت فعملوا الآتي راحوا نفس المعادلة أن الأبسليوت الريتكس جابوا نسبة الريتكس على مئة في الاربيسيز فمثلا على سبيل المثال لو قضية الشخص طبعا النورمال رينج حقها من خمسين إلى مئة ألف وتختلف من كتس إلى كتس لكن النورمال رينج بشكله عامل ممكن يصير إلى مئة واربعين ألف لكن من خمسين إلى مئة ألف مايكرو ليتر فلكم أن تتصوروا لو معايا الريتكس ثلاثة في المئة ثلاثة على مئة في ثلاثة مليون فحيأتينا كم تسعين ألف لكن النقطة المهمة جدا قالوا طبعا احنا عملنا كوريكتف في أكوردينج الاربيسيز لكن المشكلة زي الثلاثيمية ثلاثيمية هي عبارة عن شخص عنده أنيمية لكن الاربيسيز ممكن تصل إلى ستة مليون فلكم أن تتصوروا لو زادت الاربيسيز إلى ستة مليون حيصبح مئة وثمانين ألف فقالوا إذن هذا لازل هناك في مسليدينج في هذا البرامتر فقالوا نروح نعمل ماركر آخر الماركر الآخر ذا يسموه كوريكتف ريتيكلو سايت كاونت أو يسموه سي آر سي أو يسموه ريتيكلو سايت انديكس لكن الاسم الشهير له كوريكتد ريتيكلو سايت كاونت اللي هو سي آر سي قالوا يا جماعة بدل ما نعمل كوريكتد على حسب الاربيسيز لا لا نعمل كوريكتد على حسب الأنيمية كيف؟ قالوا أساسا مش لو ما يكون الشخص عنده أنيمية لو ما يكون الشخص عنده أنيمية حيطلع إرثرو بايوتين بشكل كبير لو ما يطلع الإرثرو بايوتين بشكل كبير ذا حيحفز البون مارو إنه يطلع مور أربيسيز لو ما تطلع مور أربيسيز أنه بدل ما كانت تجلس الخلية الريتكلوسايت في البون مارو ثلاثة أيام تجلس يوم واحد والبقية تروح تنزل في الدم ثلاثة أيام تجلس في الدم فذا يسموه قضية يسموه كذا يسموه shift reticlosايت أو shift reticlosايتوزيز النقطة المهمة جدا أنه عاوزين نتفق على شيء أنه مدامع منها corrected according to anemia معناها كلما قلل الهيموغروبين كلما زادت الريتكس فذا نتيجة اللي ما بنسميه shift reticlosايت كيف يحسبوها؟ يحسبوها يجيبوا الريتكس كم طلعت نسبة الريتكس ويضربوها في الpatient hematocrit اللي نحن عاوزين نشوف according to anemia عاوزين نعمل correct وبالتالي يقسموها على normal hematocrit فشوفوا الآتي لو حصل أنه شخص الريتكس حقه 5% 5% والhematocrit حقه 30 فخمسة في ثلاثين على normal hematocrit 45 حتطلع أنه 3.33% تخيلوا كانت 5% وتحولت إلى 3.33% النقطة المهمة ممكن هذا الcorrected يكون بدل الhematocrit يستخدموا RPCs أو بدل الhematocrit يستخدموا الhemoglobin لكن الhematocrit هو الأدق normal range حقها هذه normal range حقها كالآتي أنه إذا كان الhematocrit 45 فالCRC 1 إذا كان الhematocrit 35 فالCRC اللي هو الcorrected حيقول من 2 إلى 3 إذا كان الhematocrit أقل من 25 حيكون الCRC أكثر من 3 طيب جوا قالوا يا جماعة عاوزين نشوف ماركر آخر بحيث نحن نطمن بشكل كبير فجابوا ماركر مهم جدا اسمه ريتكس بروداكشن إنديكس تموها الـ ريتكس بروداكشن إنديكس قالوا عاوزين نعمل مجر للدجري أوف بون مارو إنه رسبونس للأنيميا كم استجابة البون مارو للأنيميا فقالوا كيف قالوا إحنا مش اتفقنا قبل شوية إنه كل ما زادت الأنيميا كل ما زاد الماتيوريشن في البلد فجو قالوا الآتي قالوا إذا كان الhematocrit حق الشخص 40 فالماتيوريشن في البلد يوم واحد إذا كان الhematocrit من 35 إلى 39 حيكون يوم ونص إذا كان من 25 إلى 34 حيكون يومين إذا كان من 15 إلى 24 حيكون يومين ونص إذا كان أقل من 15 حيكون كل الماتيوريشن تخيلوا في البلد حتكون ثلاثة أيام طيب فقالوا نعمله بالمعادلة التالية اللي هو الريتكس بروداكشن إنديكس نعمله بالمعادلة التالية إنه الـ الـ عبارة عن الريتكس اللي طلعناها كم نسبة الريتكس دي في الـ الـ في النورمال لكن هنا هنضيف أنه نضربها في لكن نقطة هنا مهمة هما في الحقيقة الكتب يثبتوا على 45% بالنسبة للهيمatocrit وهو في الحقيقة أنا في تصور الهيمatocrit مفروض على العمر ودبند على عملية الجنس ذا بالنسبة لقضية الهيمatocrit كنورمال طيب الآن النقطة المهمة كالآتي تعالوا نأخذ مثال عشان تتضح الصورة لو كان الهيمatocrit حق شخص 26 والريتكس 4% فلو ما نطبق المعادلة أهي أربعة اللي هي الهيمatocrit أربعة الهيمatocrit لو ما نطبق المعادلة أربعة الهيمatocrit وستة وعشرين أربعة الريتكس والهيمatocrit ستة وعشرين وخمسة واربعين اللي هو النورمال الهيمatocrit وبالنسبة للاثنين اللي هي الماتوريشن تايم تعالوا نشوف من فين جبناها هذه الهيمatocrit ستة وعشرين ستة وعشرين واقعة بين خمسة وعشرين واربع وثلاثين إذن اثنين اللي هي الماتوريشن تايم إذن لو ما نطلعها تصوروا هنطلعها واحد فاصل اثنين إذن ما معناها insufficient bone marrow response تخيلوا من أربعة إلى واحد فاصل اثنين فبالتالي ذي بنقول عليها insufficient bone marrow response طيب النورمال رينج للريتكس production index إذا كان من اثنين وثلاثة أو أكبر من ثلاثة نقول ذي sufficient response or effective rethrobiosis إذا كان أقل من اثنين نقول ذي insufficient response طيب تعالوا الآن نعمل كده أمثلة عشان بس تتضح الصورة في أذهالنا لو كنا عاوزين نعمل reticulocyte profile لقضية RPCs 4 والهيماتوكريت والهيماتوكريت 26 والريتكس 4 طيب أيش اللي حيحصل عاوزين نشوف الريتكس قم واللي هو absolute reticulocyte count والRPI فتعالوا نشوف الآتي الآن الريتكس هي أربعة زي ما هي طالعة معناها أربعة الآن عاوزين نشوف اللي هو absolute reticulocyte إذن الأربعة في المية في أربعة مليون للRPCs أربعة مليون ستساوي 160 ألف مايكرو ليتر الRPR إذن الRPR كيف نحسبها هي أربعة في 26 اللي هو الهيماتوكريت 26 والأربعة اللي هي الريتكس على 45 اللي هو النورمال الهيماتوكريت في 2 الـ 2 هي الماتوريشن طايم حيطلع كام حيطلع 1.2 فتخيلوا من 4 إلى 1.2 فبالتالي هو حقيقة الريتكس production index هو الأدب فبالتالي تعالوا نشوف exercise آخر لو كان الهيماتوكريت 15 والريتكس 9 والماتوريشن تايم 2.5 تعالوا نطبق إلى هذه الآن الآن لو قلنا اللي هو الأبسوليت ريتيكلوسايت هنضرب 9% في الـ 2.5 سيطلع 250 ألف مايكرو ليتر اللي هو الـ الريتكلوسايت كاونت عبارة عن التسعة اللي هي الريتكلوسايت في الهيماتوكريت حق البيشن اللي هو 15 على النورمال هيماتوكريت اللي هو 45 فهتطلع ثلاثة تخيلوا من 9 إلى ثلاثة لو ما نعمل الـ الريتكس بروداكشن انديكس هيكون التسعة في 15 اللي هو الهيماتوكريت حق البيشن في قضية الـ 45 اللي هو الهيماتوكريت النورمال في 2.5 اللي هو هتطلع 1.2 فلكم أن تتصوروا من 9 إلى 1.2 إذن النقطة المهمة اللي نشير التفق عليها بالتأكيد هنا الريبرت حيطلع أنه طيب النقطة المهمة جدا أنه ذي مانيوالي ذي كلها اللي قلناها عبارة عن سواء الريتكس أو الابسليوت ريتيكلو سايد كاونت أو الريتكس بروداكشن انديكس كلهم ذول مانيوالي طيب النقطة اللي أنا أتصورها حقيقة أنه يفترض في الريتكس لا نكتفي بالريتكس فقط ريلتف يفترض أن الريتف تكون موجودة نسبة الريتف الابسليوت ريتيكلو سايد كاونت موجودة وكمان الريتكس بروداكشن انديكس موجودة في الريبورت الآن تعالوا طبعا ده كله مانيوالي تعالوا نتكلم على آخر محور وهو الجديد اللي هو الاماتيور ريتيكلو سايد فراكشن وهذا ما يتمش إلا بالليزر لكن هذا من أدق الماركر زي ما حنشوف الآن الآن احنا اتفقنا قبل شوية انه والوضع الطبيعي ان البون مارو في ثلاثة أيام يكون في البون مارو ماتيوريشن ويوم في البلد هذا اتفقنا عليها وقلنا انه في الأنيميا حتنعكس الموضوع كلما كانت الأنيميا سيفير ممكن يوم في البون مارو والثلاث أيام في البلد أو حتى طبعا ممكن تكون كلها الماتيوريشن في البلد ممتاز طيب تعالوا نتفق ما هو الاماتيور ريتيكلوسايت فراكشن الاماتيور ريتيكلوسايت فراكشن هي عبارة عن مجر الماتيوريشن أوف ريتيكلوسايت اللي هي الاماتيور ريتيكس لكن ليس في البون مارو ولكن في البلد عاوزين نشوف كم عدد أو كم نسبة الاماتيور الريتكس اللي موجودة في البلد كيف؟ الآن تعالوا نشوف مثلا الآن الثلاثة اللي أمامكم الآن هذي الريتكس اللي جايت مش شايفين أنه آخر الأول واحدة فيها الكروماتيد أو الشبكة الخيوط الشبكية فيها قليل فذي بنسميها اللو فلوريسنت ريجون منطقة اللو فلوريسنت ريجون الثانية نسميها الميديم فلوريسنت ريجون والثالثة نسميها الهاي فلوريسنت ريجون مش ملاحظين أن في الهاي ان الخيوط الشبكية يعني كثيف ما معناه معناه كثيف ان هذه لسه يعني طالعة من البون مرو عشان يحصلها في البلد ما معناها معناها ان فيه بشكل كويس اذا معناها ان احنا بنشوف داخل الريتكلوسايت هل الريتكلوسايت كوندنس معناها ان البون مرو طلع بسرعة لان في سيفير انيميا فاستجاب فخلو الماتيوريشن كله في البلد كيف اكتشفناها نسميها هاي فلوريسنت ريجون ايضا اللي قبلها الميديم او الميدل فلوريسنت ريجون فكل ما كانت الميدم الميدل فلوريسنت ريجون والهاي فلوريسنت ريجون اللي عاليين ما معناها معناها انه ذي خلايا لسه ضر Cen لسه طلعت من البور مارو فبالتالي indication على انه في early rethropiosis طيب هذو الاثنتين اللي هم الميدل فلورس انتريجون والهاي فلورس انتريجون هم اللي بنسميهم الاماتيور ريتيكولوسايت فراكشن طيب النقطة المهمة الثانية طبعا هذا طبعا بيعتبروا هم الارلي ماركر للبور مارو اكتيفتي قبل ما يحصل عملية انكريز لقضية للريتيكس كاونت فهم فقط في المنطقتين اللي بنسميها الميدل فلورس انتريجون والهاي فلورس انتريجون فبالتالي كلما كان موجودين بنسبة كبيرة كلما كان انه فعلا ان البور مارو شغال بشكل صحيح فبالتالي طبعا دول ما نشتغلش هم الا بالليزر هنا في نقطة او في مثال اخر اذا كانوا يمقلوبين ثمانية او حتى سبعة ما معناها معناها انه اذا البور مارو شغال لابد انه يكون في انكريز في الميدل فراكشن اه ريجون وكمان انكريز في الهاي فراكشن هذا بيدل ان الماتيوريشن كله في السيركوليشن وهذه اندكيشن او سترونج اندكيشن ان الاريثرو بايوسيس شغالة بشكل صحيح طبعا في المنطقتين دول اللي هم في الميدل اه فلورس انتريجون وفي الهاي فلورس انتريجون طيب كيف يحسبوها اللي هي الاماتيور ريتيكولوسايت فراكشن يحسبوه بالمعادلة التالية يشوفو كم عدد الميدل فلورس انتريجون والهاي فلورس انتريجون ويقسموها على التوتل ريتيكس التوتل ريتيكس تخيلوا الجهاز اللي بيحسبها ونضرب في مية طبعا النورمال رينج حق حق عملية اللو من ثمانية وثمانين ونص الى ثمانية وتسعين ونص النورمال رينج الميدل من واحد ونص الى احد عشر ونص والنورمال رينج من زيرو الى واحد فاصل اربعة لكن بالنسبة للتوتل اللي هو الاماتيور ريتيكولوسايت فراكشن بيكون من واحد وستة الى اثنى عشر فاصل واحد في المية ده بالنسبة للنورمال رينج اللي هو الاماتيور ريتيكولوسايت فراكشن كل ما زاد معناها انه شغال الاريثرو بايوسيز بشكل صحيح طبعا هنا نقطة مهمة افتر البورمارو ترانسبلنتيشن كل ما زاد الاماتيور ريتيكولوسايت فراكشن كل ما كان دلالة على انفيس الريكافاري نقطة مهمة حقيقة انا احاول ننصح زملاءنا للطباء انهم حقيقة هي يستخدموا هذه الطريقة لانها البست ميثود وهذه الطريقة لا تشتغل الا بقضية جهاز الليزر ليش؟ للأسباب التالية لانه الكاونت هنا اوتوميتد الكاونت الطبيعي المانوال صعب جدا يعني المستيك اللي في الكاونت الطبيعي يصل من 20% ل40% المستيك فهنا كاونت اوتوميتد هذه النقطة الاولى النقطة الثانية انه وجود الميدل فلورسنت ريجون والحاي فلورسنت ريجون دي دلالة على قضية انه البولمرو شغال بشكل صحيح وان الاريثرو بايوسيس موجودة بشكل صحيح كنت معكم في موضوع الريتكس شكرا جزيلا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة